اهلا بكم من جديد حين قال وزير المالية في حكومة الوفد أمين عثمان إن العلاقة بين مصر وبريطانيا هي زواج كاثوليكي كان الرد عليه بطلقتين أو دتاب حياتي من مجموعة من الشباب كان أحد أفرادها الضابط أنور السادات الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية فهم الجميع مغز التعبير لقد أراد أمين عثمان أن يدوم الاحتلال البريطاني لمصر وأن يبقى لأبد الآبدين حيث أن الزواج الكاثوليكي دائم لا تلاق فيه ولا فرصة للانفصال بين طرفين ومن سخرية القدر أن هذا الكلام قد قيل في وقت كانت بريطانيا تعترف فيه شكليا على الأقل باستقلال مصر وتجري بين الطرفين مفاوضات حول تقليص النفوذ البريطاني في مصر اليوم يعيد التاريخ نفسه بأسوأ صوره ويعلن وزير خارجية في عصر انقلاب نبي الفامي أن العلاقات بين مصر وأمريكا علاقة زواج شرعية وليست نزوة تستمر ليوم واحد وما بين الكاثوليكي والشرعي هل ضاعت هيبة مصر وكرمتها على ألسنة مسؤوليها وديبلوماسيها وهل هنت مصر إلى درجة أن تصبح زوجة لمن هب ودب أم أنه مجرد تعبير دبلوماسي من وزير خارجية يريد أن يقول لأمريكا إننا نثمن علاقاتنا معكم في الوقت الذي انتحبت فيه أمهات مصر بحرقة على أحكام الإعدام الجماعية بحق أبنائهم لم يجد وزير الخارجية غضاضة من لقاء وفود اللوب اليهودي لممارسة الضغط على الحكومة الأمريكية ليس هذا فحسب وإنما تباهت صفحة الخارجية بلقائه مع الجماعات اليهودية لمناقشة الحرب على الإرهاب وإثبات أن الإعدامات تخدم هدفا مشتركا آخر محطات الرجل كانت شبكة الإذاعة الوطنية الأمريكية حيث حاول أيضا تبرير الإعدامات الجماعية لكن الأغرب كان وصفه للعلاقات بين البلدين إنها علاقة زواج وليست علاقة ليلة عابرة هذه علاقة إذا ما أردت الاستثمار فيها فإنها ستكلفك مالا ووقتا وكرارات تبدو رومانسيا نوعا ما في هذا التشبيه لا فعقلي يعمل بشكل جيد وأضف لذلك زواجي لمدة 39 عاما لذلك أدرك أن الزواج أمر لا مفر منه كان ذلك بعد أسبوع تقريبا من عودة طائرات الأباتش العشرة وتصريحات الإدارة الأمريكية بنية استئناف المساعدات العسكرية تحرك فهمي للقاء وزير خارجية واستئناف الدعم لكن جون كيري أكد على موقف بلاده خاصة بعد أحكام الإعدام الأخيرة فقرر رئيس لجنة المساعدات الخارجية وقف طلب استئناف المساعدات نظرا للمحاكمة التي وصفها بالدكتاتورية الهزلية حتى لو لم أكن المسؤول عن ملف الدعم الخارجي كنت سأهتم كثيرا بتلك القضية التي حكم فيها على مئات الأرواح بالإعدام في محاكمة مخزية استغرقت أقل من ساعة هذا انتهاك لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المصرية وتسيس للمنظومة القضائية الرئيسية للنظام الديمقراطي لا أحد يمكن أن يبرر هذا الأمر لن نساهم في هذه المهزلة هكذا جاء تبرير وقف أكثر من 650 مليون دولار تم تعليقها من جانب الطرف الأمريكي ونحن نقول للإنجليز نحن حلفاءكم بل سأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إننا كنا سنؤيد الإنجليز حتى لو لم يحاربوا من أجل الحق لأن زواجنا بهم زواج كاثوليكي أي لا طلاق حينما قال أمين عثمان رئيس الوزراء الأسبق أن العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة زواج كاثوليكي لا فكاك منه كان ذلك مسوغا كافيا لأن يغتاله السادات واليوم يزوج فهمي مصر للعمسام الذي يبدو متبرما من قتلها أبنائها بين ميدان ومنصة حكم رغم كل محاولات الصلح يصمم المصريون على وصم فهمي بالقتل والإجرام أينما ذهب ترجمة نانسي قنقر